مش عارف أسئلة الضرب بين الزوج والزوجة كدرك كده ليلي من دون مرة واحدة كده على رسائل الصفحة حد باعت يسأل يقول هو يجوز لي أن نضرب مراطي ولا لا يجوز تعالوا كده نعرف مع بعض الإجابة بطريق شرعي عقلاني هادي جدا فتابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لي أن نضرب مراطي ولا لا يجوز أقول لحضرتك صلى على النبي كده صلى الله عليه وسلم وهدى اهدى رجاء عشان للمرة المليون بقول الحياة الزوجية مش قائمة على أن احنا نمسك لبعض على الواحدة ومن فينا اللي مربع عضلات أقوى علشان يقدر يضرب التاني أكتر دي مش حياة زوجية ده حلبة مصرعة معلش روحه يتعاملوا بيها هناك بعيد عن الأولاد وبعيد عن الأسرة وبعيد عن حياتنا الأسرية اللي احنا عايشين فيها هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟ صلوا على النبي كده ببساطة ربنا قال في القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله والتي تخافون نشوزهن يعني في حالة لو كانت المرأة عاصية لأمر زوجها مسيئة للعشرة مع زوجها تتكبر على زوجها تترفع على زوجها لا تسمع ولا تطيع له فيما ليس فيه معصية بيؤمرها بالصلاة ما بتسمعش الكلام يا سيد تحضرين للأكل ما بتحضرش الأكل يؤمرها بالمعروف ما بتستجيبش ليه ينهها نية تعمل حاجات معينة الحياة دي تغضب ربنا أو تفسد الحياة الزوجية بينهم ومع ذلك عنادية ونكدية ومشية معاها عكس اللي بيقولوا بالظبط ده اسمه النشوز اللي هي عدم طاعة الزوجة لأمر زوجها في الحالة دي ربنا قال كده لما تخاف من المرأة نشوز عصيان عدم سماع الكلام منك تعمل ايه؟ أربع حاجات أول حاجة الوعظ فعظوهن الوعظ بالمعروف تذكرها ما عليها من واجبات وعقوبة عدم الطاعة ايه؟ ما استجابتش للوعظ الهجر في المطجع يكون في نفس البيت لا تطردها من البيت ولا حضرتك تخرج لكن تتعامل بأسلوف فيه شدة شوية علشان تبقى الله أن الغضبان وأن التصرفات هدي مزع عليك ولابد أن يتصلح من نفسها علشان الحياة الزوجية تستقيم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ولا هجر إلا في البيت يعني ما تهجورش برا البيت يكون في البيت ما جابش الهجر ولا جاب الوعظ حتمسيك لي بقى في النقطة رقم ثلاثة أن ربنا قال واضربوهن آه ربنا قال لك اضرب بس الأمر هنا مش للوجوب للإباحة يعني يجوز لك أنك تضربها والضرب هنا ضرب تأديب ضرب تحزير ضرب تنبيه لا في وجع ولا في إلام ولا في تكسير ولا في ضرب على الوجه ولا في أثر للضربة أصلا عارفين ضرب الدلع ده؟ آه هو ده اللي بيبين كده أن فيه غضب وزعل لكن لمؤلم ولا يكسر ولا غيره عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز الضرب حط شرط ضرب غير مبرح ومع ذلك خلي بالكم من النقطة دي الضرب مباحة بس بالضوابط اللي ذكرناها دي لكن الحاكم هل يجوز لي أن يتدخل ويمنع مسألة الضرب دي من الزوج للزوجة؟ أيوة يجوز ليه خاصة لو كان الزوج بيعتدي على الزوجة ظلما وعدوانا يعني ممكن الحاكم يصدر قانون بمنع ضرب الزوجة؟ أيوة من حق ولأن ده من المباحات والمباحات الحاكم له حق التدخل في تقييدها لحق التصرف فيها مدام لم تخالف شرعا رقم أربعة الضرب ما جابش نتيجة يبندخل حاكمين حاكم من أهل الزوج وحاكم من أهل الزوجة علشان يسمعوا للزوجة ويسمعوا للزوج ويشوفوا المشاكل اللي بينهم وبعد كده يوصلوا لقرار يا إما البقاء مع المودة والرحمة يا إما الانفصال مع الاحترام والأدب علشان تبقى النفوس عند الأولاد نفوس سليمة وسوية يحترموا فيها الآباء والأمهات في غيابهم زي في حضرهم فحضرتك رجاء ما تلجأش مباشرة للضرب لأن ده مخالف أصلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم حتقلده في النقطة دي لم يثبت أن النبي ضرب واحدة من زوجاته في يوم من الأيام ولأن في واحدة من زوجات النبي اشتكت أن النبي ضربها بالألم على وشها ولا أسأ في عشراتها بل كان صلى الله عليه وسلم يلاطف أهله ويضاعب أهله ويضاحك أهله ويسابق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فتسبقه من المرة التانية يسبقها ويقول لها هذه بتلك دي أخلاء الحياة الزوجية اللي بنتعلمها من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنتم حدين تكونوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي دون والسلام اشتركوا في القناة